طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا شريف شعبان مرئيس القناة الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيرة ونشوف معاه لقاءات او اخبار جديدة ولنا يا شريف كل ما هو جديد لديك تفضل تعالى لك يا زميل امير بن جديد طبعا وضيفك الكرام ولكل مشاهد القناة الاهلي في كل مكان بالفعل احنا هنا في صالة راتباشا طبعا مجلس الاضارة بالكامل يمكن رئيس مجلس الاضارة كابتن الكبير كابتن محمود الخطيب ونائبه معالي وزير العامري فاروق امين السندوق طبعا الاستاذ خارج الدرندلي وباقي اعضاء مجلس الاضارة فوق السن وتحت السن الكل في انتظار معالي وزير الشاب ورادة الدكتور اشرف صفحي الافتتاح الصالة الكارتيه المخاصطة طبعا للتدريب نحن زي ما قلت لك زميل اميري ممكن الصالة الكارتيه بتتسح حوالي 600 لاعب لفرع اعضاء نادي الاهلي بالجزيرة الصالة ربية على اعلى اعلى مستوى يمكن من كل التجهيزات صالة مكيفة صالة بها مدرجات للجماهير صالة بها سون سيستم صالة فيها اضاءة ال ايدي صالة يمكن بصات على اعلى مستوى يمكن صالة موجبة فعلا تطور الدولي في لعبة الكارتيه مجلس الاضارة بالكامل منتظر وصول طبعا وزير الشاب ورادة لفتاح هذه الصالة كما وعد مجلس الاضارة برنامج عائلة النادي الاهلي الانجازات تتوالى انجاز وراء انجاز الكل هنا في لحظة او بعد لحظات هيكون في افتتاح لانجاز جديد للنادي الاهلي طبعا معي مدير النادي الاهلي طبعا يمكن سادة العميد محمد مرجان مدير التنفيذي بقولك اهلا بك مليع مبروك الانجازات تتوالى انجاز وراء انجاز كما وعده مجلس الاضارة عائلة النادي الاهلي الانجازات تتوالى بعد قليل افتتاح الصالة آآ الخاصة بالكارتيه او لعبة الكارتيه بتخدم حوالي 600 لاعب من اعضاء نادي الاهلي مليوم مبروك عاؤزين بقى تكلمنا النهاردة عن الافتتاح وعن اليوم الى اعضاء نادي الاهلي طبعا الحمد لله مبروك لاعضاء جمال عمال نادي الاهلي ومجلس الإدارة المجهود طبعا بيتامل المجلس إدارة بي سابق الزمن في برنامج اتحط وتم وضعه قبل الانتخابات برنامج انتخابي طبعا كابتن حمود الخطيب ما فيش كلمة بتتقال أو بتطلع منبقه أو وعد بيقوله للأعضاء الجمال أو مية مش كلام الانتخابات يعني هو كلمة قالت خلاص احنا متحملين الكلام اللي اتقال الحمد لله في برنامج عائلة الاهلي لو الناس النهاردة مسكت البرنامج دوة اللي كان بيتوزع عام الانتخابات هتلاقي احنا الحمد لله في اول سنة يمكن 60% أو 65% تم إنجازه بالفعل كان من ضمن البرنامج عائلة الاهلي صلت القراطية عشان خطر كانت الشكوى دائما موجودة وخصوصا في مقر النادي بالجزيرة يمكن مدية ناصر عندهم صارة الحمد لله بس كان فيها تطوير التكييفات بتاعتها وتم بالفعل برضو دي احنا كانت اول مراحل خلصناها النهاردة صلت القراطية اللي تم وعد أعضاء النادي الاهلي ولعبة القراطية أسرة القراطية بيها دي فعلا إن شاء الله بإذن الله كلنا موجودين وهتفتتح كمرحلة أولى الأسوار خلال فترة قريبة جدا برضو هيتم استلامها بشكل كامل ويمكن النهاردة كان فيه جلسة الرئيس النادي ماجل سارك ابن حول الخطيب مع محافظة القاهرة لأن طبعا النادي الاهلي محافظة القاهرة هو نادي المحافظة نفسه ففي بيبقى موجود شراكة بين النادي الاهلي وبين المحافظة القاهرة في الاعلانات الموجودة رب العالمين مدية نصر نفس القصة برضو خلال أيام بإذن الله هنستلم منطقة الجلوس أو الحديقة الجديدة المعمولة اللي فيها أعلى منطقة فود كورت هتبقى موجودة إن شاء الله يعني أنت بتحاول بقدر الإمكان بتتحرك ده النادي بيتنا وإحنا زي ما بنقول بتحاول اللي بنحلم به رئيس مجلس الزرف ببرنامجه الانتخابي عايز يعمل اللي هو بيحلم به لولاده أعضاء الجماعية العلمية وإخواتنا هي كلها فالحمد لله وفي نفس الوقت ده أنا بنتكلم في الاجتماع أنت النهاردة هتشوف النادي النهاردة في اليوم دوت الصبح كان عندك مؤتمر طب الرياضي برئيس الدكتور محمد شاور رئيس اللجنة الطبية النهاردة عندنا بعد خليل جدا الساعة 8 في الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا اللي هتبدأ في علاقاتها بكرة للكرة السلة ويمكن نحن بننظم نادي الأهلي بننظم ثلاث بطولات أفريقيا في الإسبوع اللي مصر إن شاء الله بإذن الله هتستلم رياسة الاتحاد الأفريقي فانت هتلاقي نفسك النادي الأهلي دور المجتمعي ودور الرياضي ودور التربوي شغالين في كل الاتجاهات وده نادي الأهلي فربنا يكرم بيه تمام بخير إن شاء الله النادي الوطنية النادي النادي الأهلي طبعا يمكن النهاردة الصلاة بتواكب التطور الدولي صلاة على الأحدث مستوى صلاة مكيفة بيها مدرقات لي طبعا عشان الأسر تتفرج على أولادهم ساون سيستم إضاءة على أعلى مستوى إضاءة LED بصوات على أعلى مستوى النادي الأهلي ما بيسيبش حاجة للظروف ما بيسيبش حاجة ما بينقشهاش ما بيعملهاش شكلها الجمالي من بره كمان والأروح والأجمل هو يمكن يعني الأمور وانت قاعد بره المسئولية وانت عوضوا في النادي انت بتحلم خلاص ولكن عشان تنفذ عرض الواقع لا فيه مجهود وفيه إجراءات وفيه ورقة في جهة الدلالية موجودة في جهاز مركزي وحسابات موجود في ممارسات ومناصات موجودة ويمكن احنا مجلس الإدارة يعني اتجه أفضل مؤسسة اللي هي تتباشر هذه الأعمال وحجم الإنشاءات اللي هتعمل في ندلها هي المؤسسة العسكرية لقوات المسلحة عشان كده كان أول بروتوكول التعامل خالص لو هنفتكر من سنة تقريبا مع جهاز الخدمة الوطنية لقوات المسلحة ليه؟ لأن انت ضامن المصدقية ضامن السرعة ضامن الالتزام وهو ده اللي احنا وهو ده اللي احنا دايما عندنا كل المجتمع على المصر وضعاً واسع عندك ثقة كاملة في المؤسسة العسكرية فعشان كده كان فيه بروتوكول مع المؤسسة العسكرية وبالتالي انت شايفين النهاردة فيه التزام بتسليم كافة الإنشاءات الخاصة بالمشروعات التطوير النادي الأهلي على مستوى الثلاث فروع فالنهاردة أول حاجة فربنا يكرم بإذن الله والصلاة طبعاً موجودة انت عندك زي ما انت قلت الحتة الجزء الفني بقى يعني يمكن حظ اللعبة الكراطية لدكتور مهند بطى العالم عدو مجلس الإدارة فدي طبعاً هو بيحط فنياته ودكتور مراد عاصم برضو نفس القصة مع المسشار الهندسي مع كابتراوف عبدالقادر فده الناتج بقى اللي احنا شفناه فربنا يسهل إن شاء الله يا رب خليك مبروك عليكم شكراً زي ما العمير يمكن لسه مستمرين في داخل نادي الآل في انتظار طبعاً وصول لوزير الشاب ورادة الدكتور أشرف صبح عودة لك من جديد فضل بسكرك يا سريف سكراً جزيلاً على هذا اللقاء الهام جداً مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي